مرحباً إنها من بين أفضل الأطعمة على الإطلاق بإحتوائها على فيتامين ألف أو البيتاكاروتين وهي الصبغة البرتقالية المميزة للبها وتشير الدراسات إلى أن ليس كمية البيتاكاروتين فيها هي العالية فحسب إنما النوع هذا البيتاكاروتين فهو من النوع الممتاز الفعال الذي يصل أسرع ويعطي مفعولاً أكثر وأقوى من ذلك الموجود في القدروات إنها من الأطعمة النادرة التي تحتوي على فيتامين دال والذي يلعب أدواراً رائعة على مستوى توليد الطاقة وسلامة العظام والأسنان والقلب والأعصاب والجلد والغدة الدرقية إنها البطاطة الحلوة فهل تعلم ماذا يحدث في جسمك عندما تتناول البطاطة الحلوة؟ تعرف معنا على أشهر فوائد البطاطة الحلوة في هذا الفيديو الجديد من معرفة وأكثر كيف يمكن أن نستخدمها لتعزيز صحة القلب والشريين؟ وإذا كنت بحاجة إلى طاقة فما هي أفضل طرق الحصول على الطاقة من خلال تناول البطاطة الحلوة؟ كل هذه التفاصيل مع صديقنا أحمد شكراً لصديقة ناريم خمس فوائد لتناول البطاطة الحلوة البطاطة الحلوة تحمي القلب كيف؟ تحتوي على الكثير من البوتاسيوم ولذلك هي مفيدة في تجنب وقوع نوبة قلبية أو سكتة دماغية كما أن البوتاسيوم ينظم كهرباء الجسم وتوازن السوائل فيه وبهذا يستقر ضغط الدم وتنتظم وظائف القلب عندما تتناول البطاطة الحلوة فأنت تقوي مناعتك تعمل الفيتامينات والتركيبات الكيميائية النباتية الموجودة في البطاطة الحلوة على تقوية جهاز المناعة في الجسم كما أن البطاطة الحلوة غنية بالألياف وبالتالي فهي تساعد في تلاف مشكلة الإمساك خاصة عندما تأكل بقشرها البطاطة الحلوة غنية بالمواد المضادة للأكسدة حيث تحتوي على هذه المواد ولهذا فإنها قد تق الجسم من الالتهابات وبالتالي تقيه من المشاكل التي تسببها الالتهابات مفيدة للحوامل ومن تريد الإنجاب إذ تحتوي البطاطة الحلوة على كثير من حمض الفوليك ومعلوم أن الفوليك ضروري لصحة نمو خلايا الأجنة وأنسجتها ربما كانت البطاطة الحلوة واحدة من بين أعلى الأطعمة على الإطلاق باحتوائها على فيتامين ألف أو البيتا كاروتين وهي الصبغة البرتقالية المميزة للبها وتشير الدراسات إلى أنه ليس كمية البيتا كاروتين فيها هي العالية فحسب إنما نوع هذا البيتا كاروتين فهو من النوع الممتاز الفعال الذي يصل أسرع ويعطي مفعولا أكثر وأقوى من ذلك الموجود في الخضروات الأخرى البطاطة الحلوة من الأطعمة النادرة التي تحتوي على فيتامين دال الذي يلعب أدوارا رائعة على مستوى توليد الطاقة وسلامة العظام والأسنان والقلب والأعصاب والجلد والغدة الدراقية ننصح من يخشى من المعادن الثقيلة في طعامه من الزرنيخ والكاديميوم والزئبق بالإكتار من تناول البطاطة الحلوة كما أنها غنية بالحديد الضروري من أجل عمل الكريات الحمراء والعضلات والشعر كما أنها غنية بالمغنيسيوم الذي يعتبر العنصر المهدئ ونستخدمه للأطفال المصابين بفرط النشاط والحركة ونقص التركيز ونظرا لتأثير الصبغة البرتقالية المضادة للأكسدة في البطاطة فإن الدراسات تنصح مرضى السرطان بكافة أنواعه بتناولها وينصح بما يعرف باسم العصير البرتقالية الذي يحتوي على كافة الأطعمة برتقالية اللون مثل البطاطة الحلوة والمشمش والبرتقال والمانجا والزبيب والشمام وغيرها وتتميز البطاطة الحلوة بوجود صباغ آخر مضاد للأكسدة ضاربا لللون الزهري فيها وخصوصا في المنطقة تحت القشر مباشرة وحتى في اللبة والقشرة نفسها بالرغم من أن كثير من الناس يعتقدون أن البطاطة الحلوة غنية بالكربوهايدرات ومن ثم فهي غير مفيدة لمرضى السكر وتضرهم إلا أن هذا الاعتقاد ثبت أنه غير صحيح كما يقول الدكتور جميل القدسي وتشير الدراسات إلى أن تناول البطاطة الحلوة مضاد حتى لالتهاب الخلايا العصبية في كافة أنحاء الجسم والأنسجة الدماغية أيضا مما يجعله مفيدا لدى مرضى السكر المصابين باعتلال الأعصاب الذي يؤدي إلى الضعف الجنسي والإمساك والإسهل والخدران والتنميل والشعور بالحرارة والبرودة في الأطراف وغير ذلك وكما أنه يعتبر واقيا لهم من كل ذلك أخبرونا هل تتناولون البطاطة الحلوة وهل تعرف هذه المعلومات عنها من قبل؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر